السلام عليكم ينشغل كل مستخدمي الشبكات الاجتماعية بهاجس الاختراق فكيف السبيل إلى معرفة هل جهازنا مختارقون أم لا على تطبيق تيليجرام أعتقد أنه من أسهل إعدادات لمعرفة هذا ما ضمانته تيليجرام إعدادات التطبيق بحيث أننا بالدخول للتطبيق والضغط على إيقونة الحساب والضغط على العنصر الثالث لهو الأجهزة نجد أولا كيفية ربط جهاز الكمبيوتر بحسابك على الهاتف عبر أخذ مسحة ضوئية لرمز تيليجرام عن الويب هذا ضمنته تيليجرام هذا المكان لأنه متعلق بالأجهزة جهاز جديد تريد أن تضيفه الرائع في هذا المكان أن لديك خيارات فصل الجهاز أو إيقاف الجلسات كما تسميها تيليجرام ففي الأعلى يعطيك اسم الجهاز المرتبط الآن وأسفله باللون الأحمر يمكنك إيقاف جميع الجلسات لأي جهاز مات ما كان ارتباطه بحسابك تيليجرام ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى ما جعلته تيليجرام في الأخير من ملاحظة مفادها أنه بعد ستة أشهر يتم الفصل التلقائي لكل جهاز لم يرتبط بحسابك خلال هذه المدة وطبعا نعود إلى الأعلى لنجد في حالتي أنا خمسة أجهزة مرتبطة بالتليجرام إذن إضافة لهذا الخيار الموجود في الأعلى اللي هو فصل جميع الأجهزة وإيقاف جميع الجلسات يمكننا أن نفصل جهازا جهازا ولكن هنا شرط لا بد من الإشارة إليه لا يمكن لجهاز حديث للارتباط بالحساب أن يفصل جهازا آخر فهذا الجهاز الذي أشتغل به الآن حديث للارتباط بالتليجرام حاولت أن أفصل هذا الجهاز الرابع في الترتيب هنا قبل القيام بالفصل مباشرة أمامكم لا بد من الإشارة إلى أنه عند الضغط على الجهاز تظهر مجموعة من المعلومات أخفيته بعضها نظرا لخصوصيتها ومنها تاريخ آخر ارتباط لهذا الجهاز بالحساب ومعلومات أخرى أضغط على الفصل قد يقع الفصل وقد لا يقع لأن هذا الجهاز كما قلت حديث للارتباط بحسابي على التليجرام وإلا أضغط على إيقاف هذه الجلسة تم الفصل نعم تم الفصل لأنه في الأمس قمت ومن حسن حضي أنه وقع ذلك المشكل حتى أخبركم به وطلب مني أن أنتظر لي ساعات وانتظرت واليوم تم فصل هذا الجهاز الذي لم أعود بحاجة إليه وإلى ارتباطه بالتليجرام هكذا نفصل جهازا جهازا أو نفصل الجميع علما بأنني في هذه الأيام هذا على سبيل على سبيل يعني تبادل المعلومة ليس إلا محاولات حثيثة لاختراق حسابي على التليجرام ولكنها تبوء بالفشل لأنني فعلت مختلف الميزات التي سأتطرق إليها وأهمها التحقق بخطوتين والتي ستكون إن شاء الله موضوعنا القادم لتدركوا مدى أهميتها وأهمية تفعيلها